السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نبدأ اليوم إن شاء الله مع المحور الأخير لهذا المقرر وهو المحور التاسع باسم Science with a Steady State Power Calculation ومحتوى هذا المحور التاسع سوف نتعرف إن شاء الله في الجزء الأول على Instant Use Power ثم سوف نتعرف على الأفريج أو كذلك تسمى Real Power وسوف نقوم باستخراجها في كل من Circuit Resistive أو Inductive أو Capacitive ثم سوف نتعرف على الأفريج أو تسمى كذلك RMS Value Root Mean Square ثم سوف نتعرف على الأفريج أو الـ Power Factor وأخيرا سوف نتعرض إلى الكمبلاكس باور إذن نبدأ بالجزء الأول وهو الانستنتيوز باور إذن الباور بصفة عامة رأيناها في الدي سي هي الجهد ضارب التيار الفرق الوحيد في الانستنتيوز باور أنها هي الضر بين الجهد والطيار الكهربائي لكن باعتبار الزمن هذه الانستنتيوز باور إذن هي قيمة الباور التي نريد احتسابها في الإلمنت at any instant of time في أي زمن ووحدتها هي الوات الجهد بالفولت والطيار الكهربائي بالإمبير والاحتساب هذه الانستنتيوز باور سوف نطبق الباسيف ساين كونفينشن إذن هذه الانستنتيوز باور قلنا هي تساوي ماذا؟ هي قيمة الجهد في إلمنت بين طرفيه ضارب قيمة التيار الكهربائي لو نأخذ جهد بهذه القيمة في ماكسيموم كوساين أميغا تي مع فيز أنجل كذلك نأخذ طيار كهربائي إذن الباور ماذا تساوي؟ هي الجهد ضارب الطيار نعوذ إذن الجهد بالقيمة نعوذ التيار بالقيمة ونقوم بعملية الضرب فنتحصل على الانستنتيوز باور لهذا السيركوت إذن نلاحظ هنا في الانستنتيوز باور أنها تكتب عندي كوساين ضارب كوساين آخر هذا نسميه مثلا كوساين ألفا وهذا كوساين بيتا نطبق القانون كوساين ألفا ضارب كوساين بيتا لهذه المعادلة لنتحصل في الأخير على قيمة الباور مع الزمن على هذا الشكل ونلاحظ أن هذه الانستنتيوز باور تتكون من قسمين القسم الأول هذا هو كونستنت أي معنى كونستنت يعني لا ليس فيه الزمن أما القسم الثاني فنلاحظ هنا عندي كوساين أوميجا اثنين أوميجا فتكون هي سينزويد الفانكشن والفريكنسي للقسم الثاني لهذه الباور هي اثنين أوميجا يعني هي توايس للأنجيلار فريكنسي للجهد أو للتيار الكهربائي ما زلنا مع الانستنتيوز باور إذن تحصلنا على قيمة الانستنتيوز باور على هذا الشكل وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين كما بينا في السلايد السابق لو نقوم الآن برسم الباور وقبلها الجهد والتيار الكهربائي لأن هذه الباور هي الجهد ضارب التيار الكهربائي مع الزمن نلاحظ هنا أولاً أنه الفريكنسي للإنستنتيوز باور هي مرتين الفريكنسي للجهد أو للتيار فنلاحظ هنا لو نأخذ كومبليت سايكل للباور مثلاً هنا نبدأ من هنا هذا سايكل أول وهذا كومبليت سايكل الثاني ألاحظ هنا نفس الشيء لو أقوم بأخذ الجهد أو التيار مثلاً التيار الكهربائي ألاحظ نفس هذا الزمن هنا عندي 2 كومبليت سايكل للباور يناسبها سايكل واحد للتيار الكهربائي أو كذلك الجهد ولهذا السبب عندي هنا 2 أوميغا كذلك هذه الباور تكون مرة بوزيتيف ومرة نيغاتيف إن كانت بوزيتيف معناها أنه السوركت الذي عندي السوركت الذي عندي هنا هو سوركت يتقبل الطاقة أبزورب باور من السورس إن كانت هذه الباور نيغاتيف فنقول أنه هذه الباور هي أبزورب باي دي سورس إيش معناها؟ يعني أنه عندي انرجي مخزنة في الاندكتر أو الكابوسيتر وسوف نقوم باستخراجها من هذا الاندكتر أو هذا الكابوسيتر بعد تخزين الطاقة فيهما وكما قلنا في السابق يسمى الاندكتر والكابوسيتر ستورج أليمين ترجمة نانسي قنقر